لابد أن نتعلم التوحيد حتى نعمل به وندعو إليه التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات التوحيد هو إفراد والإحسان والدين الإسلامي مراتب ثلاثة دين إسلامي استرهده إسلام إسلام وأعلى منه إيمان وأعلى منه إحسان إسلام وأعلى منه إحسان الإسلام خمس أركان إسلاميippرام نعم شهادتا لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الرسول يعني نشهد أن لا أحد يستحقني عبد إلا الله ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الرسول лар يكذب عليه الصلاة والسلام أفضل ضم الضحية أفضل ضم الضحية ونو كيو ني جي تار عبادت قراجابي اللا بيتيتو انو كوري عبادت قراجابينا ونو كيو شكو هو جي نبي محمد محمد ديني هو جي الارب العالمين باندا ونبي رسول اي شكو بردان كرا اقام الصلاة نماز بطشتا كرا و اتاء الزكاة تريتو نمبر هو جي زكاة بردان كرا و صوم رمضان و جتوتو هو جي رمضان مشير رجارخا و حاج بيت الله الحرام الي من استطاع الي سبيلا اقام الصلاة يوم رب العالمين بيت الله كعبت شريفير و زيارات و حاج قراءة يومي يومي كوني و جي بأكتين شمرتبا الامان المرتبة الثانية اركان الستة و ديني اسلام رب العالمين بيعي تارباله اي ايماني سيزاركو نعم ان تؤمن بالله ما هو رب العالمين بي ايمان و ملائكتي وكتب وكتب ورسول وكتب وكتب ونؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن الثالي وحوان في مور أعلى ومرتبة الثالية هو المورة ونؤمن الثالي في مور أجل ون أجل تا روخن حوشي 1T تا روخن حوشي 1T